هذه هي اللحظة التاريخية التي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يراها الأمريكيون وهي التوقيع على اتفاق بين واشنطن وبكين فشلت في إنجازه الإدارات السابقة إنه اختراق حقيقي اعتبر الكثيرون أنه لن يحصل لكن كان يجب أن يتم قبل 25 عاما يشمل الاتفاق بنودا مالية وتكنولوجية لكن أهمها بالنسبة للرئيس الأمريكي هي بندو بيع الصين 40 إلى 50 مليار دولار سنويا من المواد الزراعية الأمريكية المزارعون يرون رئيسا يفعل ما وعد به أي الوقوف بوجه الصين ويحارب من أجل مصالح الولايات المتحدة كان الرئيس الأمريكي يرجو أن يوقع هذا الاتفاق في ولاية أيوة رمز السهول الأمريكية الخصبة فقد صوت المزارعون الأمريكيون بنسبة 75% للمرشح ترامب في انتخابات العام 2016 ويريد هذه المرة أن يضمن أصوات هؤلاء الناخبين السبب الآخر هو أن الرئيس الأمريكي يريد القول أنه يحقق وعوده للأمريكيين لديه اقتصاد قوي إلى جانبه ولا خلاف أن الوضع الاقتصادي صحي الآن أما بالنسبة إلى الصين فالاتفاق يأتي من باب التهدئة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى بين الصين والولايات المتحدة يقوم على المساواة والاحترام هو خير للصين وللولايات المتحدة معا وهو خير للسلام والازدهار في العالم لا يعارض الديمقراطيون هذا الاتفاق ولكن من المفارقات أنهم أرسلوا بنود عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ في لحظة توقيع الاتفاق في الرغانة العربية واشنطن ترجمة نانسي قنقر